علينا. ولا تدخلنا في تجربة. لكننا جئنا من الشرير. للمسيح يا سعى ربنا. لان لك الملكة وقفونا ما تلقى. امين. باسم الاول ابن قدس الامين. تعيشوا تسلوا كل سنة ومن طيبين. آآ فيه تنمية جميلة خالص. هندرنمها مع بعض النهاردة. مع ما تنمونة. تضلي من اتفاقر اني نسيتك. اواتفاقر اني دعيف. انا بدمي الغالي فديتك. انا وحبتك عمريك ديت. اواتفاقر اني نسيتك. اواتفاقر اني بعيد. انا بدمي الغالي فديتك. انا وحبتك عمريك ديت. يا بني الطعم من وعاة خاف. انا يا سعراعي الخراف. انا يا سعراعي الخراف. انا عيني على القاطع. عندي سعادة وراحة بلاش. اني سيتي الام الراضية. انا يا سعراعي الخراف. انا يا سعراعي الخراف. انا يا سعراعي الخراف. اترك يا يا بني كل احزانك. وطلبني حالا وقت الزيق. انا بيدي كل احوالك. اعيني عليك طول الطريق. يا بني طب من وعاك خاف. يا بني طب من وعاك خاف. يا بني طب من طب من وعاك خاف. انا يا سعراعي الخراف. انا يا سعراعي الخراف. انت وعدت تجيني يا ربي ابقى معك دوما على طول على صدرك ربي ترفعني تفتح لي كل دلوع يبني طام من قواعد خاف يبني طام من قواعد خاف أنا يسوع راع الخيراف أنا يسوع راع الخيراف شكرا يا بني تهيشوا تسلم دمونت كل سنة منطيبين بمناسبة بداية السوم بير ان شاء الله نبتدي يوم الاثنين ربنا ديكو نعمة ببركة ويجعلها ايام آآ بركة وسعادة روحية ليكو جميعا باسم القابل ابن ورحب قدس اللي واحد امين نبتدي مع بعض تأملاتنا في الاصحاح 11 من انجيل معلمنا مات النهاردة بس استحملونا شوية هيبقى فيه كمية قريات كتيرة هيريد كل واحد فينا يجهز الانجيل بتاعه والقلم والرصاص عشان يعلم في اسحاحات بالكامل هنقراها آآ عشان توضح الصور النهاردة هنتكلم على اول ست اعداد من اصحاح 11 من انجيل معلمنا ماتة الموضوع ده بتكلم على ارسال القديس سحنة تلمزين من تلاميذه عشان يسأله السيد المسيح آآ هل انت هو القاتي ام ننتظر آخر موضوع ده هوت موضوع مهم موضوع فيه شوية آآ آآ اسئلة وشوية استفسارات فهناخد وقتنا وفي نفس الوقت فيها فيه ريفرانسز كتيرة للعهد القديم فنقرها مع بعض وناخدها واحدة واحدة آآ فا آآ آآ دي كنت شنودة وصلت البيت؟ آآ اما هو سالهوله وتساكبونه قدامي عشان دقيق اوكي طيب آآ نكتبه استاذ مفحل بيباوي ممكن نقرأ من عدد واحد لعدد ستة ولما اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم اما يوحنى فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه وقال له انت هو الآتي ام ننتظر آخر فأجابهم يسوع اذهب واخبر يحنى بما تسمعان وتنظران العم يبصرون والعرج يمشون والبرس طهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبى لمن لا يعثر فيه اول آية في الاسحاحنا بتقول ولما اكمل يسوع امره لتلاميذه الاثنى عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم طبعا احنا عارفين في الاسحاح العاشر كان ربنا يسوع المسيح بيدي عزة لتلاميذه عشان يعرفهم الكرازة بتاعتهم ايه بقى شكلها ايه والمخاطر اللي هيقابلوها فهنا بعض المشروح يقولوا ان الاية داية كانت مفروض تكون اخر اية في الاسحاح العاشر لانها زي خاتمة الاسحاح العاشر لكن فيها تأملات جميلة اول حاجة القديس معلمنا متة اللي كاتب الانجيل واللي سمع كلام المسيح سمى العزة بتاعة تعيين الاباء الرسل بانها امر ولما اكمل يسوع امره بالانجليزي كوماندينج كوماندينج فكأن اللي بيقولوا ربنا يسوع المسيح مش مجرد عزة لا لما بيكلم مع تلاميذه كأنه بيديهم امر زي ما مكتوب في كورونسوس الاولى كورونسوس الاولى الاسحاح التاسع آية ستاشر مدام الليان آية ستاشر لانه ان كنت ابشر فلاس ليه فخر اذا اذا ضرورة موضوع عليه فوال ليه ان كنت لا ابشر بالزبط كده يعني ضرورة موضوع يعني معلمنا متة لما يسمي عزة التعيين بانها امر بولس الرسول يشرح الموضوع ده يقول ايه يقول لا ده ضرورة موضوع علي فوال ليه ان كنت لا ابشر بمعنى ان كرازتنا باسم المسيح ضرورة وضرورة موضوع على جمعنا كلنا عندنا النداء دهوت وكلنا عندنا الامر دهوت ان احنا نكرز ونبشر باسم ربنا يسوع المسيح طبعا زي ما قلنا قبل كده باي طريقة بالكلام بالعمل بالمساعدة بتاعة الكارز لكن كل انسان مسيحي اللي يجب ان يسمي نفسه كارزا لان ده امر من ربنا يسوع المسيح بعد ربنا يسوع المسيح ما دعا تلاميزه للكرازة وقدم لهم امكانيات روحية للعمل قال لهم امكانيات روحية هديكم كتير جدا 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 واهمها اللي يسمع منكو كأنه سمع مني واللي يزعلكو كأنه زعلك كانية روحية عميقة جدا وعظيمة جدا ووضح لهم ايه موضوع كرازتهم موضوع كرازتهم توبوا لان انا كان اقترب منكم ملكوت السماوات حدودها خراف بيت اسرائيل الضالة وبعد كده بعد القيامة هتنطلق في العالم كله منهجها مصعبها كل ده كان في الاصحق الصابق بعد بقال لهم كل الكلام ده هو تقدم هو بنفسه بنفسه بقى يعلم ويكرز في مدنهم يعني المدن اللي حوالين بحر الجليل اللي كان ربنا يسوع المسيح بيكرز فيها ايه بقى الموضوع يا رب هنا الموضوع انتم يا احبائي مش هتاخدوا روح الكرازة من مجرد كلمة او مجرد اوامر ولا وصايا لا ده انا هديكم روح الكرازة عمليا خلال حياتي وسلوكي وكراستي انا في وسطيكم ودي هي القيادة الحية عشان كده تلاميذ كانوا يحبوا ربنا يسوع مسيح قوي زي اي تلاميذ ما يحبوا القائد بتاعهم لما يكون قائد حي يعني مش مجرد كلام وعزات واوامر ونواهي لا ده بيشمر ايده وينزل العمل حيث يدخل السيد بالكارز الى التدريب العملي تاخده من ايديه تعال انزل معي ويمارس عمله الكرازي معه فيزوق الخادم والكارز العمل على ايد سيده على ايد المسيح فيش اجمل من كده فيش اجمل من كده عشان كده بعد الشرح في الاية دي يقولوا ايه اهتم بان تنفذ ما تعلمه للاخرين فتشبه سيدك اهتم انك انت تنفذ اللي تعلمه للناس فتشبه سيدك ويكون كلامك مؤسرا في الايه في الاخرين ايضا يا احبائي واحد من المفسرين يقول اولئك الذين يكلفون الاخرين بالعمل لكي يركنوا هم الى الراحة والكسل يقولك ايه يقولك انا اللي بخطط انا اللي برسم فيه ناس تانية تعمل هؤلاء لا يشبهون المسيح اطلاقا لا يشبهون المسيح ايه اطلاقا وكثرة العانلين ليست زريعة للإهمال لبالك دي مهمة او يعني الواحد فينا سمحوني كده يروح الكنيسة وبعدين يلاقي اشياء كتيرة جدا محتاجة تتعامل وبعدين يقول لنفسه ايه هو يعني مفيش خدام مار خدام مليين الدنيا اشتغلهم قلوا انت فين ده الساد المسيح لما بعد تلميزه للكرازة نازل هو بنفسه يكرز معاهم بل على اديهم عشان كده احبائي الايات بتقول لما اكمل يسوع امره يعني يعني خلص الخطاب والوصاية لرسله الاطهار في الاصحة السابق نازل يعلم ويكرز يعني ينادي بالملكوت الجديد اللي هو قال لهم ينادوا بيهما كمان فلم يستغني عن التبشير بنفسه بتعيين الاباء الرسل الاثنى عشر يعني مش مش استغنى بقى ان هو يشتغل عشان عنده ايه عشان عنده خدام او عنده رسل وإلى هذا اليوم وهذه الساعة وهذه الثانية ربنا بيشتغل برضو يبعد خدام ويشتغل من خلالهم وهو كمان يشتغل لا الناس جيلنا من كل مكان يقولوا اننا عايزين نعترف بالمسيح نقول لهم سمعت على المسيح منين في خدي مكلمة يقول ابدا ان المسيح بنفسه اللي كلمني سواء ظهر لي في حلم او في رؤية او من خلال كلامه في مدنهم يعني مدن الايه مدن الجليل بعد كده ننتقل الى السؤال اللي بعته يحنى المعمدان اما يحنى فلما سمع في السجن باعمال المسيح ارسل اثنين من تلاميذه اللي فيكو فاكر ان ربنا يسوع المسيح ابتدى الخدمة بتاعته في اليهودية عند العين اللي كان فيها المية اللي اتعمت فيها لكن لما يحنى دخل السجن المسيح رجع ايه؟ رجع الجليل عشان اه اه الاضطهاد اللي كان هيروديس بيعمله اه على المكان اللي كان فيه يحنى بيعمده المسيح ايضا ايه؟ ابتدى يكرز ويبقى ليه تلاميذ يحنى بقى اتنين من تلاميذه وقال لهم اسألوا كده هل انت والقاتي ام ننتظر اخر؟ وده السؤال الصعب قوي ليه ارسل يحنى تلاميذه ليسأله المسيح عما كان هو قادر عن الاجابة عنه ازاي تبعت تلاميذك للمسيح عشان يجاوبه على شيء انت جاوبت عنه قبل كده وانت شهدت عنه قبل كده بعد الابض على يحنى شعر يحنى ان هو سوف يقتل فاراد الكلام ده ايه؟ الكلام ده الكلام الموسوق فيه والكلام اللي بيقوله معظم الاباء المفسرين فاراد ان يلسق تلاميذه بالمسيح كأنه بيسلم تلاميذه للمسيح فارسل اثنين منهم بسؤال له قائلا هل انت هو المسيح ام لا هل انت هو القاتي القاتي عن المسيح وهنشرحها كويس في الدقائق القادمة هل انت المسيح ام لا ولم يكن يحنى متشككا في ذلك خلي بالكم ده مهم او يحنى لم يكن متشككا وده الرأي اللي بيقول بيه اغلب الشراح واغلب الاباء لان لان يحنى عرفه وسجد له وهو في بطن امه بل ان هو نبه الاسابات الى وجود المسيح المتجسد في بطن العدرة ماري تخيلوا يعني من وهو في بطن امه يشهد للمسيح عشان كده القديسة اللي سبط تقول له امنا العدرة ايه حين صار صوت سلامك في اذنية ارتكد الجنين بابتهاك في بطن ان يحنى بيخبط على ايه على بطن ماما يقول لها الحقي 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 ربنا يسوع المسيح جه يزورنا وايضا عندما عمده وشهد زي ما بقول في يحنى واحد تسعة وعشرين حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله اي انه هو المسيح الفادي المسيح المنتظر لكنه يا حبائي من سؤاله ده هو اراد ان يثبت ايمان هزين التلميذين في المسيح حتى يعود ويبشر رفاقهما تلميذ يحنى المعمدان ليتبع الكل المسيح ويريتهم عملوا بنصيحة يحنى ويريتهم جمخدوا تلميذ بقيت التلميذ وبقوا تلميذ للسيد المسيح لان التاريخ بيعلمنا ويعرفنا ان في حاجة حصلت ان مش كل تلميذ يحنى المعمدان وكل التابعين ليه انتقلوا بقوا للمسيح بل كونوا لهم طائفة باقية حتى الان اسمها طائفة السابقة السابقة وكلمة السابقة دي في اللغة بتاعتهم تعني المستبغ او المعمد المستبغ او ايه المعمد الطائفة دي موجود عددها دلوقت حوالي سبعين الف في العالم كل بيتركزوا في جنوب العراق وفي منطقة اسمها الاهواز في ايران وبيؤمنوا بالانبياء لحد يحنى المعمدان بس كده وطبعا ليهم قواعد في ديانتهم منها الصوم والصلاة والعماد والعماد ده ممكن يكون مرة او ممكن يكون متكرر عندهم بس اساس الانضمام لتقفتهم هي ايه هو العماد فالظاهر مش كلهم خدوا بنصيحة يحنى والتسقوا بالايه بالسيد المسيح قديس كرولوس الكبير يشرح ويقول ايه تظاهر يحنى عمدا بالجهن لا ليتعلم فقد كان مدركا اسرار التجسد وانما تجاهل ليحدث تلاميزه عن تفوق السيد عليه يعني روحوا شوفوا هتلاقوا حد اعظم مني هو العريس انا صاحب العريس فقط ويقنعهم بما ورد في الكتاب المقدس انه هو الله وقد اتى متجسدا وان جميع الناس قدام له يمهدون الطريق لقدومه بقول المرتل مبارك الات بسم الله ده قديس كرولوس كدير قديس غسطينوس يقول ايه اما قول المسيح فكان ايضا لاجل تعليمهما العمي وبصرون وكأنه يقول لهما لقد رأيتماني فالتعرفاني بقول لهم هنا وقت ايه العمي وبصرون انتو شفتوني اعرفوني لقد رأيتم اعمالي اذا فالتعرف صانعها وطوبة لمن لا يعثر فيه وهذا اقول لاجلكما وليس لاجل يحن خلي بالا الكلام ده هوت بالذات الاية وطوبة لمن لا يعثر فيه ده عشان كنتم مش من اجل ايه مش من اجل يحن برضو القديس هلاري اسكوف بواتي اللي بسموه اسناسوس الصغير او اسناسوس الغرب يقول ايه بهذا لم يكن يحن يقصد معالجة جهل خاص به انما كان يعالج جهل تلاميذهم تلاميذ يحن دول كانوا غيرانين جدا من المسيح وفي صحاح تسعة شفناهم وقفين على باب البيت في كفر نحوم وايه وعمالين يبتدوا ينتقدوا السيد المسيح وتلاميذ فقد سبق فاعلن بنفسه ان المسيح يأتي لمغفلة الخطايا اللي هو يحن والان يرسل تلاميذ الى المسيح لينظروا اعماله فتثبت تعليم المسيح فتثبت تعليم المسيح لهم فلا يكرزون الا به غير متطلعين الى مسيح اخر يعني لما بيبعتوا ويقولوا يحنى بيقول هل انت هو الاتية ام ننتظر اخر كأنه بيقولهم ايه بيقولهم خلي بالكروح وهتلاقوا هو ده المسيح عشان ما تدوروش على غيره هو ده المسيح عشان ما تدوروش على ايه على غيره لو فتحنا مع بعض انجيل معلمنا متة هنلاقي كلام قريب ويفهمنا الكلام اول مقدمة اللي انا قلته ونحن متة برضو بس متة 14 1 3 مدام منده 1 3 اتفضل وفي ذلك الوقت سمع هيروديس رئيس الرب خبر يسوع فقال الغلمانه هذا هو يحنى المعمدان قد قام من الاموات ولذلك تعمل به القوات فان هيروديس كان قد امسك يحنى وافسقه وطرحه في السجن من اجل هيروديا امراض في البساخين تمام دي الحتة بس بتاعت ايه بتاعت وضع يحنى فين في السجن انما في انجيل لؤة نلاقي كلام مختلف لؤة من 15 ل 35 دي كنش نودة جاية مش كده ايه ببنى اتفضل الامن من 15 35 واتفضل براحة كده فجلس الميت وابتدى يتكلم فدفعه الى امه ده مين ده الشاب ابن ارملة نايين خلي بالكم الشاب اللي سيد المسيح اقامه في نايين فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم وافتقد الله شعبه وخرج هذا الخبر عنه في كل اليهودية وفي جميع الكورة المحيطة فاخبار يوحن تلاميذ بهذا كله خلي بالكم دي معناها ايه يعني التلاميذ يوحن ريبورت ريبورت ده كل ده لمين ليوحن يعني التلاميذ يوحن كانوا حاضرين اقامة ابن ارمال اثنين عشان كده السيد المسيح لما يقولهم ايه لما يقولهم انتم شايفين الموت يقومون فمعناها ان هما كانوا حاضرين الاحداث ده تحقق انه بعد تلاميذ ويشافوا كل حاجة بيعنيهم تفضل كيف فدع يوحن اثنين من تلاميذ وارسل الى يسوع قائلا انت هو الات ام ننتظر اخر فلما جاء اليه الرجلان قال يوحن المعمدان قد ارسلنا اليك قائلا انت هو الات ام ننتظر اخر وفي تلك الساعة شف كثيرين من امراض وادو وادواء وارواح شريرة ووهب البصر لعميان كثيرين دي النقطة اللي مش مذكورة في بات بات ذكر القصة باختصار لكن هنا لوقة يقول لأ دول لما راحوا للسيد المسيح التلاميذ دول قعدوا معا فترة شافوا فيها ابن ارمال اثنين بيقوم بالموت وشاف بقى كل المعجزات بتاعة الشفى الامراض واخراج الارواح الشريرة وتفتيح اعين العميان فاجاب يسوع اذهب واخبر يحنى بما رأيتم وسمعتم ان العم يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون وطوبة لمن لا يؤثر فيها بالزبط كده كلمة الناس اللي بتقول لأ يحنى كان شاكك يدللوا على كلامهم ده بإيه بإنه السيد المسيح قال لهم اذهب واخبر يحنى طبعا مش معنى ان السيد المسيح يقول اذهب واخبر يحنى انه يقصد يحنى بنفسه ليه لانه لما واحد يبعت حاجة بسؤال ومين اللي كان سائل السؤال يحنى مش كده فلابد تكون الإجابة يحنى لكن يلا يحنى كان المسيح يقصد ان يحنى كان متشكك لكن ده كان بعد تلاميذه والسيد المسيح بيرد على سؤال اضحط في إطار يحنى اللي نسألك فبتبالكم النقطة دي فلما مضى رسول يحنى ابتدأ يقول الجموع عن يحنى ماذا خرقتم الى البرية لتنظره اقصب تحركها الريح بل ماذا خرقتم لتنظره انسانا لبسا ثيابا نعمة هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتناعم هم في قصور الملوك بل ماذا خرقتم لتنظره انبيا نعم اقول لكم وافضل من نبي هذا هو الذي كتب عنه ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك لاني اقول لكم انه بين المولودين من النساء ليس نبي اعظم من يوحن المعمدان ولكن الاصغر في ملكوت الله اعظم منهم والكلام ده كله اللي بقوله السيد المسيح تعقيبا على ذكر يوحن المعمدان يثبت لنا بما لا يدع مجانا للشك ان يوحن ما كانش شاكك خالص السيد المسيح لان السيد المسيح يقول ان هو اعظم المولودين من النساء ما فيش نبي اعظم من يوحن كيف يقول عنه السيد المسيح هذا الكلام ونحن قد نلقي اليه بشبهة الشك وجميع الشعب السمع والعشرون برر الله معتمدين بمعمودية يوحن واما الفرسيون والنمسيون فرفضوا مشورة الله من جهة انفسهم غير معتمدين منهم ثم قال الرب فبمن اشبه اناس هذا جيل وماذا يجبهون يجبهون اولادا جالسين في السوق ينادون بعضهم بعضا ويقولون زبرنا لكم فلم ترقسوا نحن لكم فلم تبكوا لانه جاء يوحن الميدان لا يأكل خبزا ولا يشرب خمرا فتقلون به شيطان جاء ابن الانسان يأكل واشرب فتقلون هوز انسان اكل وشريب وشريب خمر محبر العشرين والخطاء والحكمة تبررت من جميع بنيها شكرا شكرا خالص نعم براخد من كل الكلام ده احبائي لكن يوجد رأي ضعيف يوجد رأي ضعيف وده عايزين نسمعها كده هوت وإيه وننساه يقول ان يوحن من طول المدة في السجن ضعفها قليلا ولعله كان متوقع ان المسيح يجي وإيه ويخرجه من السجن ويخلصه وربما وربما اعتراه الشك لانه كان يظن المسيح سوف يعلن مجده سريعا مثله مثل بعض المؤمنين اللي هما احنا يعني اللي قد يشك بعضهم ازيار الشرور تزداد في العالم وملكوت الله يتباطئ في التحقيق طبعا ده رأي طعيف لكن نطلع منه بمبدأ روحي أو ايه أو حاجة روحي حتى لو الشر انتشر في العالم ما تشكش ابدا كل ما تشوف الشر يزيد 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 ما تشكش في ان ربنا جاي وكل ده هينتهي ما تشكش ابدا هو تفقد ايمانك وتفقد ايه رجائك تلاميذه اللي بنتكلم عنه بنوى في عدد اتنين اللي هما اتباع يوحن الذين لم يزالوا معتبرين اياه معلما لهم وابوا ان يعتبروا المسيح اعظم منه على رغم من شهادة يوحن لكن الجدعان منهم اللي استغلوا الفرصة اللي هو بوترس واندراوس ويوحن ويعقوب تبعوا المسيح وفايزوا بالنصيب الايه الصالح يوحن زي ما اتفقنا ارسلهم ليزيل شكوكهم تجاه المسيح خلي بل يزيل شكوكهم هم تجاه المسيح التي بقيت فيهم حتى بعد شهادته لهم شهادة يوحن لهم بانه هو اذا حمل الله الذي يحمل خطيط العالم كله وذلك بانه قالهم تعالوا بقى روحوا اععدوا معاه وشوفوا اياته واسمعوا كلامه شوفوا اياته واسمعوا ايه واسمعوا كلامه في عدد ثلاثة كلمة جميلة اوي عايزين ناخد ناخد فيها فترة كده كلمة القاتي وقال هي من القاب او احد القاب ربنا يسوع المسيح نقرأ مع بعض كده مرقص 11 9 عشان كلمة القاتي دي مهمة قوي انتو عارفين ان احنا بكل شوء نقول مبارك القاتي باسم الرب كل قد داس فكلمة القاتي دي هنوقف عندها شوية مرقص 11 آية 9 استاذ متحد والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يسرخون قائلين وصلنا مبارك القاتي باسم الرب حتى الجموع البسيطة كتعرفة كتعرفة كلمة القاتي دي معناها ايه القاتي يعني مين يعني ربنا يسوع المسيح وهنجبها من سفر التكوين واشعية وإحنا جايين برضو في عبرانيين نشوف كده بولوس الرسول بيقول لنا ايه في عبرانيين عشر آية 37 هذا من اللي يعني نتفضل 37 لأنه بعد قليل جدا سيأتي القاتي ولا يبطئ شفتوا بقى حتى بولوس الرسول يسمي ربنا يسوع المسيح اللي هيجي في المجيء التاني سيأتي لآتي ولا يبطئ ولا يبطئ ايضا في سفر المزامير مزمور 118 من 22 ل 26 118 من 22 ل 26 مدام موندا 22 ل 26 مدام موندا الحجر الذي رفضه البناءون قد صار الرأس الزاوية من قبل الرب كان هذا هو عجيب في عيوننا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه آه يا رب خلص آه يا رب أنقص مبارك الآتي باسم الرب باركناكم من بيت الرب شفتوا بقى مبارك الآتي باسم الرب جات منين كلمة مبارك دي الآتي ده هوت نفتح مع بعض كده التكوين سفر التكوين صح 49 كلام أبونا يعقوب عن كل سبت من الأسباط الآتي ده هوت مصطلح يهودي يشير إلى المسيح وبني حلو يعني شمتوا في أولاد ربنا وإطللوا إلى اليهودية عنوة تقول اليهودية عنوة اللي بقى منهم مين هيرونيس ده مصطلح الآتي أيضا نلاقيه في أشعية وأشعية هنقعد فيه شوية أشعية صحح تسعة أستاذ متحد بباوي من واحد لسبعة ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريقة البحر عبر الأردن جليل الأمم ده النبوة اللي بتوصف بالزبط اللي بيحصل دلوقتي في الجليل السيد المسيح بقى شغال في أرض زبلون ونفتالي اللي هي أرض الجليل عبر الأردن الشعب السالك في الظلم أبصر نورا عظيما أجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور أكثرت الأمة عظمت عظمت لها الفرح يفرحون أمامك كالفرح في الحصات كالذين يبتهجون عندما يقتسمون غنيمة لأن نير سقله وعصى كتفه وقضيب مسخره كسرتهن كما في يوم مديان لأن كل سلاح المتسلح في الوقت وكل رداء مضحرج في الدماء يكون للحريق مأكلا للنار لأنه يولد لنا ولد ونعط ابنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا 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 رئيس السلام لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليسبتها ويعضتها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرت رب الجروت تصنع حازا الترخيرك لو جي جيبنا مرضو أشعية 11 من 1 لخمسة مدام لليان من 1 لخمسة ويخرج قضيب من جزع يسة وينبط غصلا من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشهورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولذاته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنه بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه ويقضيب 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 ابتحاج يرنم يدفع إليه مجد لبنان بها اكرم اللي وشارون هم يرون مجد الرب بها إله شددوا الأياد المسترخية وركب المرتعشة سبتوها قولوا لخائفي القلوب تشددوا لا تخافوا هو زا إلهكم الانتقام يأتي جزاء الله هو يأتي يخلصكم حين إذن تنفتح عيون العمي وأزان الصمت تنفتح حين إذن يغفر الأعرج كالإيل وترنم لسان الأخرس لأنه قد انفجرت كالبرية مياه وانهار في القفر ويصير الصراب أجمن والمحتش ينابيع ماء وفي مسكن الزئاب فيما ربطها دار القصف البردي وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة لا يعبر فيها نجس بل هي لهم من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل لا يكون هناك أسد وحش مفترس لا يصعد إليها لا يوجد هناك بل يسلك المفتيون فيها المفتيون رب يرجعون ويأتون إلى الصهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم اتهاج وفرح يدركانهم يهرب الحزن والتنهد كبت الخيريك ولي كل دي نووات عن القاتي عن عن القاتي ننهيها بنبوة دانيال نبوة دانيال طبعا القراءات دي كلها برضو في الفترة اللي جاية في السيام الكبير هتلاحظوها بالذات اللي بيحب يحدر القدسات في وسط الأسبوع اللي بيبقى فيها النبوات دانيال 9 نعدد 24 ل27 دي كن شنودة دانيال 9 نعدد 24 ل27 وعشرين سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإسم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين فأعلم وفهم أنه من خلوج الأمر لتجديد أرشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبني سوق وخليق في ضيق الأزمنة وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس آتٍ يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب وخرب قضية بها كنت الخير ده نبوة إيه دانيا بعت يحنى وقال له هل أنت هو الآتي يعني هل أنت هو المسيح أم ننتظر آخر يعني نتوقع حد تاني ييجي وتصدق عليه كل النبوات الكتاب ده هو بصوا أحبائي السؤال ده هو اللي سألوا يحنى يشبه السؤال اللي سألوا مخلصنا لما دفنا لعازر ربنا يا سوع المسيح لما راح عند القبر قبر لعازر سأل سؤال تفتكروا كان إيه يا جماع يا جماع أعزين إجاب أعزينك أيها اللهم وإنتم تفتكروا أنا نيم قال التلاميذ لا سأل سأل الآن هو مات ولا لسه هو المماتش مقرد تأكيد لا عالشاشة كم يوم كم يوم كان له لا عالشاشة أبي قول أنا وضعتوه بالزبط أيضا وضعتموه هادش فكر قبل كده إزاي ربنا يا سوع المسيح اللي جاي يقوم يقوم ميت بقاله أربع تيام مش هيعرف هو فين ولا جسده فين عشان كده السؤال اللي طرحه يحنى يشبه السؤال اللي طرحه المخلص لما دفن العازر فأرادوا أن يدلوه على القبر طب إيه شون بيقولي كلام أرادوا أن يدلوه على القبر ليه عشان نشترك إحنا كمان في العملية عملية الإقامة بيقوله آه هنا بيقول ليه آه هنا هتبتعالوا معايا بقى زي بالزبط يوحان ما بعد تلميز ويسأله أنت المسيح مننتظر أخر فما أنت عارف ما أنا عارف أن أنا عارف بس أنا عايش كنت وتعرف وتعرف وتؤمنه خدت بالك سأل المسيح كنا عايز اليهود يدور ويفتشوا فين القبر عشان يشتركوا ويروا بأعينه مش كده ولا إيه ويؤمنوا قديس جيروم يقول أن السؤال الذي ترحه يوحان يشبه السؤال الذي ترحه المخلص لما دفن العازر أرادوا أن يدلوه على القبر طبعا هو يعلم بكل شيء ربنا يا سوع المسيح يا أحبائي لما سمع السؤال من تلاميذ يوحان يوحان أجابة إجابة عملية الإجابة العملية إجابة ربنا يا سوع المسيح لم تقتصر على الإجابة بنعم أو لا أنت الآتي أم ننتظر آخر الإجابة آه أو لا لكن لكن ربنا يا سوع المسيح ما أجابش إجابة تحمل هذا المعنى بل وجه أفكار المرسلين إلى البينات الحسية التي هي معجزاته والتي تتمم النبوات كما قال ما فيه أشعياء تعالوا بقى وعدوا شوفوا اللي إنت آآآآآ تقدروا تشوفوه واسمعوا اللي تقدروا تسمعوه ويقارنوا الكلام ده بالنبوات فدي إجابة عملية ودي مهمة جدا عشان الإنسان اللي قدامك يقتنع إنك تشركه في إنه هو يلاقي الإجابة مش مجرد إن أنت تقول هالي عشان كده عايزين ناخد مع بعض كده فترة ونقرأ مع بعض إيه ونقرأ مع بعض أجزاء أو أسعح كامل من سفر أشعية نقرأ مع بعض أشعية 61 ونقرأ مع بعض أشعية 61 روح السيدة الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصب منكسر القلوب لأنادي للمسبيين بالعق وللمأصورين بالإطلاق خلي بالك أبشر المساكين دي حفظوها شوية هنحتاجها كمان شوية لأنادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لإلهنا لأعزي كل النائحين وانت لو فاكرين إحنا كنا في سفر التسنية قلنا كلمة سنة مقبولة دي بتتكلم زي على السنة السبعة أو على سنة اليوبيل سنة الخمسين اليوبيل بالزبط كده لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماط ودهن فرحا عوض النوح ورداء تسبيح وضعا من الروح اليائسة فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد ويبنون الخرب القديمة يقومون المتوحشات الأول ويجددون المدن الخربة محشات دور فدور ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بني الغريب حرثيكم وكراميكم أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا تأكلون صروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون عوضا عن خزيكم دعفان وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم لذلك يرثون في أرضهم دعفين بهجة أبادية تكون لهم لأن أنا الرب محب العدل مبغض المختلص بالظلم وأجعل أجرتهم أمينة وأقطع لهم عهدا أبديا ويعرف بين الأمم نسلهم وزريتهم في وسط الشعوب كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم نسل باركه الرب فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني سياب الخلاص كسان رداء البر مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزرعاتها أكذا السيد الرب ينبت برا وتزبيحا أمام كل الأمم هو إيه اللي حصل دلوقتي إن إحنا كأمم هو التسبيح والبر هو الإيه هو الحياة بتاعتنا مش كده لشان كده ربنا يا سواء المسؤولين يقول لهم تعالوا شوفوا بإيه بعنيكم يقول في البداية اخبر يوحان وزي ما قلت لكم لا لأنه شك بل لأن السؤال قد جاء إيه قد جاء من السؤال كده قد جاء إيه قد جاء من نروح لعدد خمس عدد خمس يقول إيه يقول العم يبصرون والعرج يمشون والبر السطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشروه الكلام ده جيه فين؟ بلين ناخده واحدة واحدة أشعياء برضو تسعة وعشرين نبوات العهد الأدي أشعياء تسعة وعشرين مادر مليليان تمنتاشر وتسعتاشر ويسمع في ذلك اليوم الصم أقوال السفر وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي ويزداد البائسونة فرحاً بالرب واهتف مساكين الناس بكدوس إسرائيل شوفته المساكين أهو والعمي كل ده في اليوم اللي بييجي فيه إيه؟ بييجي فيه القاتي أو المسايف نفتح مع بعض كده إنجيل يوحنة هتلاقي يوحنة ابتدى بقى إيه؟ يشرح كل شيء كل شيء آخر الأناجيل اللي ابتدى يشرح إيه؟ كل شيء يوحنة ثلاثة اثنين مدامون ده هذا جاء إلي يسوع ليلة وقال له يا معلم نعلم أنك قد تيت من الله معلماً لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه العيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه الزبط يعني ابن قدموس لما شاف ابتدى يأمن به خلينا نكمل يوحنة خمسة ستة وتلاتين دي يكون شنودة ستة وتلاتين وأما أنا فلي شهادة أعظم من يوحنة لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني قد تبالكو شهادة يوحنة اللي هو كان عارف بس تلميزه ما أصدقاش قد تب بروحوا بقى أشوف الشهادة الأعظم الأعمال هيوريكو ويشرح لكو هو برضو في يوحنة عشر هي خمسة عشرين وستة وعشرين ساس متحد بجروي خمسة عشرين وستة وعشرين ساس متحد أجابهم يسوع إني قلت لكم ولستم تؤمنون الأعمال التي أنا أعملها بإسم أبي هي تشهد لي ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم بالزبط كده شفتوا بقى اللي جه للسيد المسيح وشاف آمن واللي شاف لم يؤمن ده ما كانش من الخراف عشان كده زي ما قلت لكم كوينوا لنفسهم إيه طائفة بقية إلى هذا اليوم أربعتشر حداشر ده من اللي آية حداشر صدقوني إني في الآب والآب في وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها كأن ربنا يسوع المسيح بيتكلم مع إيه مع التلاميذ ده هم اللي بتاع يحنى ويشرح لهم اللهم تعالوا وشوفوا تعالوا وشوفوا بإيه بعنيكم الموتى يقومون زي ما قلت لكم وقارينا في إنجيل لقى لعلق إقامة المسيح لابن أرمال اتنين كانت من جملة المعجزات اللي شاهدوها اللي اتنين دول تلاميذ يحنى المساكين يبشرون مش معنى الكلمة دي يعني إيه المساكين يبشرون يمتاز دين المسيح على غيره بأنه لا يفرق بين الأغنياء والفقراء الشرفاء والأدنياء لأن كل بركات دين المسيح هي بلا فضة وبلا ثمن عشان كده يمكن للجميع الحصول عليها إذا أراد مجانا عشان كده أحباء الكنيسة فيها دا وفيها دا كل حد كل حد لأن الذي يوزع يوزع مجانا المساكين أيضا مش مقصود بهم بس الفقراء والضعفاء بل أيضا يقصد بهم المساكين بالروح أي المتضعين أي المتضعين عشان كده نتعلم درس مهم جدا أن الواحد فينا يتضع لأن في اتضاعك يأتي المسيح إليك تدريب عملي ليه يوليكو اجعل تصرفاتك الحسنة قدوة تبشر بمسيحك خاصة حينما يتعذر الكلام عن المسيح لأن الأعمال أقوى من الكلام اجعل تصرفاتك الحسنة قدوة تبشر بمسيحك خاصة حينما يتعذر الكلام عن المسيح لأن الكلام أو الأعمال أقوى من الكلام الآية الأخيرة وطوبة لمن لا يعثر في طوبة يعني أي يا غبطة وسعادة من الله لهذا الإنسان يعثر يعني يشك أو يفقد إيمانه بإفيا أو بي وحرفيا كلمة يعثر تعني يزل أو يسقط أو يكبو واحد تزل قدمه أو يسقط أو ايه أو يكبو في يعني في المسيح طبش معنى في هنا أي لمنظري لفقري لتواضعي لأني في منظري اللي انتوا شايفيني دهوت لم أأتي وفقا لمن انتظره اليهود كانوا منتظرين إنسان قوي إنسان ينجيهم من الطغاة يعطيهم مجد في العالم لكن دول بصوا لقو ايه لقو واحد بسيط نجار ابن المجار بيقعد يأكل يأكل مع المساكين والضعفاء والفقراء هنا ينبه المسيح التلميزان حتى لا يعصر أو يتشكك فيه شوفوا بقى أشعية هيقول هي هنا وبردو نقرم العهد الجديد توبة لمن لا يعثر في أشعية تمانية أربعتاشر وخمستاشر مدام مند أربعتاشر وخمستاشر ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عسرة لبيت إسرائيل وفخن وشاركا لسكان الرشالين فيحصر بها كثيرون واسقطون فانكسيرون ويعلقون فليلقطون حجر عسرة وصدمة ده اللي حصل نقرأ كمان في بطرس الأولى معلمنا بطرس الرسول بطرس الأولى الصحيح الثاني سبعة وثمانية دي يكون شنود سبعة وثمانية فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناء هو قطار رأس الزاوية وحجر صدمة وسخرة عسرة الذين يعصرون غير طائعين للكلمة الأمر الذي جعلوا له وعكت عسارو أيضا في روميا روميا تسعة أستاذ متحد بيباوي روميا تسعة دين وثلاثين وثلاثة وثلاثين روميا تسعة دين وثلاثين وثلاثة وثلاثين ولكن إسرائيل وهو يسعى في إثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس فأنه مصطدم بحجر الصدمة كما هو مكتوب هأنا أضع في صهيون حجر صدمة وسخرة عسرة وكل من يؤمن به لا يخذع سبط يعني حتى حتى التوبة المالي يعصر فيه ديت أتريها موجودة ومن علامات المسيح نفسه إن كسرين سيعصروا في إيه؟ في المسيح أو المسيح ينبه المسيح التلميذين حتى لا يعثر أو يتشكك فيه لأن بعض التلميذ يحنى كانوا يغارون ليحنى حيث قد ظهر معلم أفضل منه وتتبعه جموع أكثر من يحنى فيدعوهم للإيمان به لأنه هو المسيح الذي أعد يحنى معلمهم الطريق له يعني الآيات اللي خدناها ده هي آيات عميقة قوي وتفسيرها كان لابد ييجي من العهد القديم والعهد الجديد عشان نقدر نفهم إزاي يحنى يسأل عن إيه؟ يسأل المسيح الأنت والآتي أم ننتظر آخر والمجد لله دائما أبديا أمين؟ اللي يحب آآ